وينضم إلينا من الخليل لرائد الشريف مراسل والغد أهلا بك رائد ما التفاصيل المتوفرة حول ما حدث في سجن عفر اليوم؟ نعم مونة في البداية نتحدث القصة تتمحور حول موضوع إنساني 18 عاما في السجون الأسير يتحرر في الرابع من شهر ديسمبر أي بعد ثلاثة أشهر من هذا العام جراء سياسة الإهمال الطبي استشهد الأسير داخل سجون الاحتلال وهو طبعا من خلال المتابعة وكذلك عملية الاستنفار داخل سجون الاحتلال في الأقسام القسم 11 وكذلك الثاني عشر في سجون الاحتلال وقامت قوات الاحتلال بالدخول إلى هذه الأقسام ورش الأسرة بالغاز المصيل للدموع لأنهم غضبوا وكبروا داخل المعتقلات جراء هذه السياسة الإسرائيلية هذا رفع العدد إلى 225 شهيدا منذ عام 1967 في سجون الاحتلال جراء عمليات إطلاق النار على الأسرة جراء عملية سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارة ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية وبالتالي الموضوع هنا حساس جدا لأن حتى الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرة من خلال عمليات القمع ومن خلال كذلك عمليات التفتيش والاقتحامات الليلية إلى الأقسام أسير أمضى أكثر من 18 عاما اعتقل في عام 2002 وهو من حركة فتح على مرتب المخابرات الفلسطينية في جهاز المخابرات الفلسطينية وقبل تحرره بثلاثة أشهر جراء سياسة الإهمال الطبي يستشد داخل سجون الاحتلال كان واضح من خلال المتابعة من قبل الأسرة داخل سجون الاحتلال بأن هناك سياسة متبعة خاصة في هذه الأيام تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال وانتشار فيروس كورونا في سجون الاحتلال لم تتوقف قوات الاحتلال عن عمليات الاعتقال وبالتالي ربما هذا ينذر بأمور قد تحصل داخل السجون من عمليات غضب وكذلك هم أعلنوا الحداد قبل قليل وصلنا من خلال نادي الأسير وغدا سيرجعون وجبات الطعام في خطوة احتجاجية لما جرى للأسير الخطيب الذي استشهد قبل ساعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية والقيادة كذلك شجبوا واستنكروا هذه الجريمة وقالوا إنها جراء سياسة الإهمال التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين حتى الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال الفترة الماضية لم تسلم سلطات الاحتلال جثامينهم إلى عائلاتهم كسياسة عقاب جماعي ربما هذا يفرج عنه بعد انتهاء مدة محكميته وأنا ذكرت في بداية رسالتي سيفرج عنه من المفروض في الرابع من ديسمبر من العام الحالي ولكن قوات الاحتلال تحاول دائما فرض العقاب على الفلسطينيين من خلال سياساتها الهمجية المتعددة شكرا جزيلا لك رائد الشريف كنت معنا مباشرة من الخلق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك